بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آآ راجعنا آآ مع بعضنا وبنأكد على انه الفيديو تبع شرح الميثودز موجود في فيديوهات اليوتيوب آآ الخاصة بالجافة واحد. آآ طبعا هالجيت رح نبدأ في مواضيع بس قبل ما نبدأ بدنا نركز على شغلة مهمة اللي هي ليش احنا بدنا نحتاج او بدنا نستخدم انا الان بدي اشتغل معكم مثال على البرنامج وانتبع مع بعض كيف المثال هذا بدنا نعمله باستخدام فقط وبعد هيك نفهم كيف هذا المثال ممكن نطور عليه الان انا طلبت منك انا صاحب طلبت منك تعمل الي برنامج هذا البرنامج بيخزن بيانات خمس منتجات في مصفوفة وبيطبع لي الاجمالي تبع اسعار الخمس منتجات هاي سألتني شو يعمل البيانات اللي انت محتاجة تخزنها في المنتجات هاي حكيت لك البيانات اللي هي رقم المنتج واسم المنتج والسعر تبعه فاول شغلة رح تعملها رح تيجي تعمل سكانر طبعا انا بحشرح باعتبار انه انت مراجع جافا واحد تمام سكانر سيستم دوت ان وبعد هيك رح تيجي تطلب مني بيانات الخمس منتجات وتخزنهم في مصفوفة طيب المصفوفة اللي هتخزن فيها المنتجات شو بدي يكون نوعها انت الان بتفكر طيب المنتجات في للكل منتج اسم الاسم هذا نص وفي رقم اللي هو ال اي دي هذا انتجر وفي دبل برايس اللي هو دبل طيب كل واحد نوع مختلف شو اسمي او شو اخزنه ممكن يخطر في بالك اخزن البيانات في تلات مصفوفات ممكن يخطر في بالك اني انا اخزنه في مصفوفة واحدة من نوع سترينج فاول شغلة هنلاحظها انه انت في اللحظة هادي تشتتت او بمعنى اخر حسيت نفسك انك بتعمل اشي مش صح انك بتخزن نوع في مكان مش خاص في خلينا نمشي للاخر بدي اعمل مصفوفة من نوع سترينج هاي المصفوفة ثنائية الابعد ليه لانه فيها خمس عناصر طبعا المفروض انت امراجع موضوع المصفوفات فيها خمس عناصر كل عنصر من هاي الخمس عناصر في تلات منتجات فهتيجي تعمل المصفوفة اسمها و هتيجي تعمل مصفوفة جديدة فيها ثلاث خمас عناصر كل عنصر الو ثلاث اعمدا او ثلاث قيم اسم ورقم وبرايس هتيجي بعدك تعمل الفورلوب الفورلوب راح تمشي على حسب طول المصفوفة اللي هي خمسة انا بشرح لك المثال هذا مش عشان تفهمه انا بشرح لك المثال هذا عشان تعرف وين مشاكل او مشاكل عدم استخدام او مشاكل عدم استخدام تمام في الحالة بدي احكيله هنا انتر اي دي بده يدخل الاي دي تبع المنتج الاول وباجي باخد الاي دي في متغير في المصفوفة بحكيله خزن في المصفوفة الصف رقم اي والعمود الاول خزن في قيمة الاي دي اللي هو انتجار او طيب هنا بتفكر مرة تانية بتقول طب هو انتجار كيف بتخزنه في المصفوفة فالمفروض احاوله للنص طيب لو قرأت لحالها هيقرأ نص برضو هادي شغلة تانية عملتلي ضربكة او عملتلي لخمة في موضوع استخدام القرية من نوع طيب تمام خلينا نشيل هادي بس عشان نكتبه مرة بعض خلينا نقول فعشان انتجار هادي تخزنه في مصفوفه من نوع بدك تعمل عشان تحولها لا او تعمل مع علامات التنصيص نفس القضية في العمود رقم واحد راح تروح تقرأ الاسم اللي هو لحالها بعدهك في العمود رقم اتنين وهي اصلا على فمش ما يقول مش مش مستاهل او مش محتاج انك انت تروح تعرفها او تحول على العمود رقم اتنين هتروح تقرأ على شكل هتحكي له هنا تمام وهتيجي تحول الدفل طيب ماشي لحتى الان ماشي الحل اللي انا بعمله هدا انا بين جوسين بسميه حل ترجيع ليش حل ترجيع لانه انا جاعد بعمل حاجات انا مش مقتنع فيها ليش اخز الرقم في وليش احول رقم طيب ماشي نكمل للاخر خزنت الخمس منتجات والامور تمام بعد هيك حكيت لك بدي اطبع بعد ما عملت بعض العمليات الاخرى حكيت لك بدي اطبع مجموع الاسعار تبعي الخمس منتجات ممتاز فباجي بحكي له لف على المصفوفة مرة تانية حسب اللينك تبعها وكل مرة طبعا هنا بعمل متغير دبل اول برايسز او توتل برايسز بتساوي زيرو عشان كل مرة اجمع عليه وكل مرة بحكي له توتل برايسز اجمع عليها زود عليها اللي هي القيمة اللي موجودة طيب بتفكر القيمة من موجودة تبعت ترجع بتتبع الكود بتدور في كودك او تفهمه مرة تانية اه هو انا خزنت القيمة في العمود التاني اللي رقمه اتنين العمود التالت يعني بتروح بتنسخه وبتروح بتحطه هنا بطلع لك خطأ بحكي لك هاي لبرودكتس اتنين نوع المفروض تروح تحولها لدبل فبتروح بتعمل دبل دوت بارس دبل صح ولا لا عشان بتحول النص لا ايش لا دبل دوت بارس دبل وبتحولوا لدبل وبعد هيك بس تخلص بتروح بتعمل بالشكل هذا خلينا اعملهم بس ثلاث عناصر عشان الوجد او عنصرين عشان الوجد فبقى اجي بشغل البرنامج بطلب مني ادخل البيانات تابعة العنصر الاول طبعا اول حاجة دخلت فبدخله هنا العنصر الاول واحد بعد هيك بدخله اسمه ايه بعد هيك بدخله لبرايس تبعه خمسين بعد هيك بدخل اتنين واسمه بي والبرايس تبعه عشرين فطبع للناتج سبعين الان ما فيش مشكلة البرنامج اشتغل تمام وما في اي مشكلة بس انا حاسس حالي مش مرتاح وانا بكتب الكود لانه الكود مخربط انا بعرف جاعد متغيرات في انواع مش المفروضة تكون فيها طيب ليش انا اروح اعرف النوع انتجر وحاوله لنص بعد شوية اروح اخده من نص احاوله لضبل طب ليش ليش احاوله اخزنه اخزنه كنص يعني اخده كضبل من المستخدمه اخزنه كنص بعدك ارجع احاوله كضبل طيب ليش بلاش خلصنا من هاي النقطة عمينا اسكب عليها اجيت انت بعد فترة من الفترات حبيت اتعدل على الكود تبعك عشان انت تعرف ايش اللي مخزن هنا بدك تضطر تقرأ الكود كله تقرأ الكود كله عشان تفهم شو اللي مخزن هنا طيب هو اللي مخزن في الانديكس رقم اتنين اه هذا البرايس تمام طب ايش ليش ضبل لانه برايس مثلا ترجع بتتأكد انه هو برايس ترجع هنا اه هذا نيكست هذا النام اه هنا هذا الاي دي هنا برضو نفس القضية طيب ليش هنا حط اتنين المقصد من اللي بدي اوصل لك اياه انك انت اضطريت تبذل مجهود كبير في انك تعدل على الكود لاحقا او لو بدك تضيف شغلة جديدة هتضطر تعدل في اماكن كتيرة في الحالة هاي الكود اللي احنا كتبينه احنا بنسميه structured programming او ممكن نسميه تجاوزا procedural programming انه احنا كتبنا كودنا على شكل methods او مثود واحدة فيها اكواد كتيرة الاكواد الكتيرة هاي متداخلة مع بعضها بتصعب علي عملية التعديل في المستقبل بتصعب علي عملية حذف بعض الاشياء او اضافة بعض الاشياء بتصعب علي فهم المشروع بتصعب علي لو كنت انا بشتغل في تيم معايا فريق وبدنا نشتغل على هذا الكود ونعدل علي صعب اننا نصير احنا كتيم نعدل على هذا الكود اللي اصلا مش مفهوم بالنسبة الي لاوحدي فما بالك لو كان في تيم صعب انه التيم يعدل على ملف واحد موجود امامك في كل الدنيا هاي الى اخره من المشاكل هاي ففكروا الجماعة في انهم يوجدون لنا حل الترتيب او للكود اللي موجود امامنا فوجدون لنا طريقة بالرتب من خلال هالكود اللي هي الobject oriented programming فاللي بدنا نفهمه كاول نقطة في الobject oriented programming قبل ما نعرف شو هي وشو تفاصيلها انها هي عبارة عن طريقة لترتيب كودك ما فيها شيء جديد بالعكس ممكن تاخد مساحة اكبر من المساحة تبع الكود العادي ولكن بتريحك مستقبلا في انك لو بدك تضيف او بدك تحذف او بدك تعدل او بدك تشتغل في تيم او بدك تعمل اي عملية على كودك لاحقا انك او لو واحد تاني بده يفهم كودك اللي انت عملته ويطور عليه بيصير سهل جدا بالنسبة له انه يفهم الكلام هذا وهنشوف الكلام هذا عملي انا مش معنين احكي نظري كتير هنشوف الكلام هذا عملي مع بعضنا اذا متفقين انه هذا الكود مش مرتب او احنا بدنا نسعى الان ان نرتب هذا الكود بطرق الى علاقة بالobject oriented programming جميل جدا اشتركوا في القناة